ايه رأيك تستبدل كل اقراس ارتفاع ضغط الدم اللي انت بتاخدها ممكن يبقى 3 او 4 انواع وفي بعض الناس اكتر من كده بحقنة واحدة هتاخدها تحت الجلد كل 6 شهور هتديك نفس النتيجة ويمكن كمان افضل ده اللي انا جاي اكلمك في النهاردة في كابسولة صحة فيلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات كابسولة صحة فاكر حضرتك اول ما شركة فايزر اخترعت اللقاح بتاع كوفيد 19 الله لعيدها ايام يعني كان فيه عالم اسمه اجور وعالمة اسمها اوزليم الاتنين دول زوجين اتراك المان في نفس الوقت الاتنين دول قالك ان الاختراع اللي اخترعوه في الكوفيد 19 ده هيفتح باب كبير جدا لاختراع مزيد من الادوية لعلاج الامراض المزمنة وعلاج السرطانات كمان فيه شركة بقى اسمها قالني لا ما ضاعتش الفرصة وبدأت فعلا ان هي تشتغل على دواء لعلاج الضغط يحقن حقنة تحت الجلد مرة واحدة كل 6 شهور عندها القدرة ان هي تعادل مفعول اكثر من نوع من ادوية الضغط الحبوب اللي انت بتاخدها كل يوم بل بالعكس تدي نتائج افضل كمان فكرة الحقنة دي ان هي بتروح على الكابت عندك الكابت ده بيخلق مادة اسمها الانجيو تنسل الانجيو تنسل ده هو السبب في ارتفاع ضغط الدم الرئيسي في اغلب المرضى او يعني نقدر نقول 99% من المرضى لانه بيعمل انقباض في الاوعية الدموية وبيعمل كمان احتباس للسوديوم ويلي السوايل في الجسم فلو انا منعت الجين اللي بيخلق الانجيو تنسل من الكابت يبقى انا منعت المشكلة بتاعة ارتفاع ضغط الدم من اساسها وده اللي الدواء اللي احنا جاينا نتكلم عليه النهاردة بيعمله والدواء اللي جاينا نتكلم عليه النهاردة بصراحة معلاش عزروني هو اسمه غريب شوية ورب اكون بنتقه صح اسمه زيلي بيزران الدواء ده لما عملوا عليه دراسة طبعا دراسة الاولية اللي انا بكلم حضرتك فيها دي بيكون عدة مرحلة اختبار على الحيوانات اللي اثبات الكفاءة بنسبة 100% الشركة دي جت في اجتماع جمعية القلب الامريكية في شهر نوفمبر اللي فات 2023 وعرضوا الدراسة بتاعتهم على 394 شخص كان عندهم ضغط نسبة كبيرة من الناس دي على فكرة من الناس كمان اصحاب البشرة الصودة تقريبا 25% ودول من اكثر الناس اللي بيكون عندهم نقدر نقول ضغط مقاوم يعني بياخدوا اكتر من نوع عدوية وبرضو بيظل الضغط عندهم اعلى من المعدلات الطبيعية الدواء ده اثبت نتيجة 88% ل98% انخفاض في ارتفاع ضغط الدم خلال الست شهور يعني من ساعة ما اخدوا الحقنة لحد ما عاد الحقنة التانية الضغط بتاعهم مزبوط بنسبة 98% او 88% طبعا هم جربوا تركيزات كتير جربوا 150 ميلي جرام وجربوا 300 ميلي جرام وجربوا 600 ميلي جرام ولكن يظل التركيزي 300 ميلي جرام هو اللي اثبت معهم كفاءة محترمة جدا خلينا اقول لك كمان ان الدواء ده ما حصلش منه حالات هبوط في ضغط الدم زي اللي بتحصل مع الناس اللي بتاخد كزا نوع عدوية من الحبوب ما حصلش منه اي مشاكل تذكر او اثار جانبية تذكر باستثناء يمكن ارتفاع طفيف في نسبة البوتاسيوم ما عملش اعراض يعني ارتفاع طفيف ما عملش اعراض بعض الادوية اللي حضرتك ممكن تكون بتاخدها لارتفاع ضغط الدم دلوقتي اصلا تعملك انخفاض في نسبة البوتاسيوم بتعمل مشاكل واعراض ودي ممكن اتكلمنا عنها في حلقة البوتاسيوم لو حضرتك حابب ترجع لها عشان تستفيد اكتر كنت عمكوا بقى في دراسة على الدواء ده قالك ان الدواء ده احنا المفروض لو مشينا بالمعدل اللي موجود حاليا في العالم مع الادوية اللي موجودة حاليا في العالم فالدواء ده هيقلل من الارقام اللي حضرتك هتسمعها بس ما تتخدش باللي عليك قالك ان الدواء ده بعد ربنا هيقلل 76 مليون حالة وفاة بتحصل بسبب الضغط او امراض مرتبطة بالضغط مش بس كده ده هيقلل من 120 مليون حالة جلطة بتحصل بسبب ارتفاع ضغط الدم او امراض مرتبطة به الدواء ده هيمنع 79 مليون حالة هارت اتاك او نوبات قلبية هتحصل لحد 2050 بالمعدل اللي موجود دلوقتي مش بس كده ده الدواء ده هيمنع 17 مليون حالة فشل في عضلة القلب مرتبطة بالانجيوتينسين او بارتفاع ضغط الدم الدواء ده بعد ربنا هيمنع 17 مليون حالة دول فندعي ربنا ان شاء الله ان الدواء ده يعدل مرحلة التانية اللي هو موجود فيها بالفعل حاليا وخلاص يعني تقريبا قربة تنتهي ويدخل المرحلة التالتة المرحلة التطبيقية الفعلية على عدد كبير جدا من الناس وينزل ان شاء الله الاسواق قريب عشان يشيل معاناة كبيرة جدا عن كل مريض ضغط اللي حاسس بالله انا بقول عليه فعلا هو مريض الضغط اللي احنا بنتكلم عليه اللي بياخد اكتر من نوع وللأسف مش عارف فارتو يتحكم في الضغط بتاعه وبيعاني من الاثار الجانبية اللي موجودة لبعض ادوية الضغط حاليا الدواء ده ان شاء الله هيحل لك المشاكل دي بعد ربنا وزي معوطة حضراتكم لو في اي حاجة جديدة تخص الامراض المزمنة بالذات زي الضغط زي السكر بنتكلم عنها في القناة حتى لو لسه ما نزلتش وهتنزل ان شاء الله قريب ولكن عشان يكون عندنا بصيص امل متى يقسم من المرض اللي انت فيه احمد ربنا وقول الحمد لله ان فيه ادوية متوفرة لي انشروا الامل وشاركوا الحلقة معايا حد تاني شايفين ان هو ممكن يستفيد بيها شكرا نشوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاء على خير اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وادعمونا باشتراك الدعمين للقناة سلام عليكم اشتركوا في القناة